ووصلنا وياكم الى فقرة خطار الظهيرة وظيفتنا وخطارنا اليوم في الستوديو والدكتورة او المهندسة ضحاء المحارب خصائية ليزر نورتيني ومساء الخير والعافية مساء النور حياتي الله محا عرفيني عن نفسك اكثر وان اختصاصك اكثر اليوم هندسة الليزر يعني اسم لكن غير معرف لدى المشاهدين او قلة من المشاهدين يعرفون انه ما معنى هندسة الليزر مرحبا انا مهندسة ضحاء خصائية ليزر قسمنا هو هندسة الليزر والالكترونيات البصرية الجامعة التكنولوجية نعم طبعا هو قسم جديد بس مثل ما تعرفين هسا حانيا التطور فخلى كل الاضواع على الليزر نعم فقدرنا يعني نحقق يعني شيء حلو خاصة بمجال الشغل بالبداية احنا كان يعني كأنه ما نعرف اصلا شنو نشتغل نعم بعدين شوية شوية خلالها يعني العيادات مراكز التجميل قدرنا يعني نأسس لك حاجتكم هذا الوجر طبعا يعني انتو اختصاصكم بالهندسة الليزرية بعيدا كل البعد عن الليزر اللي ازالة الشعر هو يعني مو بعيد بس احنا يعني هو نوع من انواع الليزر احنا درسنا بالهندسة بشكل عام الليزر بشكل عام بشكل عام نعم فبالبداية لازم احنا نعرف هو شنو الليزر الليزر هو عبارة عن ضوء بطول موجي معين نعم رح يتخطى شيء يستهدف شيء معين بالنسبة الليزر ازالة الشعر حيستهدف الخلايا الملونة الموجودة بالشعر نعم وكذلك رح تستهدف هذه يعني الخلايا ايضا موجودة بالجلس نعم فلذلك احنا يعني لذلك دائما يقولولش ليش عدد جلسات الليزر هي ستة او ثمانية او ثمانية نعم احنا هل ممكن انو الليزر يكون بجلسة واحدة طبعا قوة الليزر تقدرين انو تخليه بجلسة واحدة لكن هذا الشي مثل ما ذكرت بالبداية انو الليزر حيستهدف خلايا الملونة الموجودة بالشعر هي ايضا موجودة بالجلس نعم فراح تخلي اذا اخليها يعني بجلسة واحدة ممكن اسبب حرق للجلس نعم فاحنا هنسوي كورت يعني بعدد جلسات معينة حتى من من احرق الجلس طيب ضحة اليوم شون تحدد الجلسات الليزر للفايشنت اللي يجيكم طبعا احنا نحددها على يعني اساس انو نوع الليزر المستخدم عندنا نعم طبعا انواع الليزر هو اول شي الالكسندرات هو اقوى نوع هذا النوع راح يكون ادت جلساته من اربعة الى ستة نعم نسبة النتائج اللي تحصليها به هي نسبة تصل الى 85% نعم لكن متوفر اليوم بالمراكز نعم طبعا متوفر طيب اليوم شوف انه اختلاف بالاسعار نعم يعني الكاندلا عن الدكة عن المذكرتية عن كثير من انواع من الليزر شنو افضل نوع يعني ماديا وافضل لوع يعني هو يكون من نفس الوقت ماديا وايضا عملا ونتائجا يعني افضل نوع هو انو احنا نختار ليزر الالكسندرات اللي هو حيكون موجود بليزر الكاندلا نعم وليزر ايضا دكة بكل انواع يعني الاجهزة يعني الكاندلا نوع من اللي ذكرتي اول واحد هو الكاندلا جهاز ليزر نعم النوع الليزر الموجود بي هو الالكسندرايت الاكسندرايت يعني جزء من الكاندلا لا بالعكس الكاندلا جزء من عندي ايه ايه تقولي ايه طيب اليوم اكو مشكلة يعاني منها بعض البنات انو هي اليوم يجبها تسوي ليزر لكن من تروح للمركز يوم بعد جلسة وجلسة يعني تزايد عندها نسبة الشعر اه سبب هاي الحالة انو احنا معرفنا نختار الايادة الصحيحة الاخصائية الصحيحة فلذلك لان احنا دائما يعني احنا ننصح نعم فلذلك يعني اول شي نسوي معاينة نشوف نوعية الجلس نوعية الشعر على هذا نقرر نعم نعتمد على درجات معاينة فما يسبب عندنا فريقونسي معاينة ما يسبب عندنا تحفيز بس اذا انت اختار ايتي شي غلط ممكن يصير عندك تحفيز طيب ما يعني سامع انه حصل يعني خبرتي البسيطة بهذا الموضوع انه الشعر الوبري ما ينضرب الشعر الوبري ما ينضرب لانه هو بالعادة الشعر الوبري حيكون ما بلون احنا الليزر دايستهدف لي لون اذا هو ما بلون فهو نحص تفتح لذلك ما في التفتيح بالليزر الليزر ما بيتفتيح يعني هاي يفتشي ما موجود بالليزر بس ممكن اقولك انه احنا لان داستهدف الجدر يعني ازالة الشعر راح تخليش يعني تتخلصين من الجدر فزالك حتحسين انه اكو فرق باللون هادة فبس هو ما بيتفتيح ما كزي مام للجلسات كل جيد تصير كل 21 يوم او كل 30 يوم طيب اليوم اكو حالات تجي مثلا يعني اكو فرق بالايامة اكو حالة كل 30 يوم حالة كل 40 يوم لهو كلتة يعني نسبة يعني مسبة مدة معينة لا هي مدة معينة بالبداية حيكون 21 يوم اذا كلش صار تأخير ممكن نخلي 30 يوم طيب شو تصحي منات اليوم انه هي وقت الليزر يتكون قبل الدور الشهري ام بعد الدور الشهري لا بعد ليش؟ لان حيكون بغاية الحالة احنا تكون عندنا خربطة بالهرمونات فاحنا على مود يعني مستقرة الهرمونات ونشتغط طيب انت بدون انه في البروتوكول للعلاج قبل وبعد يعني قزي التعليمات او مضبط او الكريمات اللي تكون قبل او بعد الجلسة تمام احنا باعي اول شي التعليمات عندنا هي تعليمات كلش بسيطة بس انه انت كبايشنت لازم تلتزمين ويانة حتى تحصنين نتيجة مضبوطة التعليمات هي مجرد انه المنطقة متغسليها مدة اربع ساعات او ست ساعات الكريم هو تستخدمين اي كريم مرمم للجلد نعم ادت الكريمات موجودة الافضل هو الكريم المرمم للجلد ودائما نحاول اول ايام يكون ما بياضر طيب اليوم يشوف انه اكو على السوشال ميديا بعض الحالات اللي تنشر انه حروق اه بيعني اثار احمرار المنطقة هو اوكي مره ممكن يكون طبيعي يعني اذا تجلد يعني صار عنده بربات لكن الحروق شنو السبب هاليوم انتو شون كاخصائيين او كتكاترة جلدية يختارون او يعني كبربات للبايشنت بالجلسة او مثلا اكو مثلا بربات تختلف عن جلسة الجلسة مثلا اذا كل ما تتقدم الجلسات او مثلا بداية الجلسات طبعا هي يعني الطاقة هتختلف من اول جلسة عن اخير جلسة لكن الحروق احنا نتعامل وياها قلت لش الحرق يعني هو اول شي انت لازم تختارين الاخصائي المضبوطة اللي مراح يسبب لش حرق نعم وثانيا انو الحرق هو يكون احنا عدنا درجتين من الحروق اللي هي الدرجة الاولى والدرجة الثانية الاغلبية تعاني من الدرجة الاولى يصر من عدم خبرة للكادس يعني الانية اللي تشتوض هذي البايشنت هو يكون عدم خبرة طبعا نعم وايضا ممكن يكون سببه من البايشنت نعم وممكن انو احنا لازم قلت لش بالبداية احنا نختار نوع الليزر اللي يعني اللي يناسب بشرتنا نعم احنا بعالم الليزر نقسم الجلد الى 6 درجات نعم فالليزر الالكسندرايت رح يشتغل لي على البشرة من رقم واحد الى رقم اربعة نعم اربعة رح نتعامل وياها بحذر ليش؟ لان رح تكون غامقة ممكن تسبب لي حرق نعم نعم ليزر الدايود رح يكون هو يعني اضعف من الالكسندرايت رح يشتغل لي على البشرة نوع واحد واثنين وثلاثة نعم اربعة ما يصير رح يسبب ليش حرق نعم وطبعا رح يكون نسبة الاستجابه ماتة سبعين بالمية نعم وعدد جلساته يعني هواية ممكن توصل عشر داءمن تسبعين تسين تسبب ليش من جلد الجلد تمام والنوع الثالث اللي هو الاندياق الاندياق رح يكون هو الخيار الامثل البشرة الغامقة طيب دكتورة أريد أن أسأل السؤال لا أعرف أصحي جيكتورة أو أصحي جيكتورة أو أصحي جيكتورة بحة بحة اليوم نشوف أنه أكو أسعار للليزر ب 15000 و 20500 هل شنو نوع الجهاز الذي يستخدم؟ هذا يعني هذا مو أشعة ليزر دائماً يستخدمون بها APL هاي راح تكون مو ليزر مجرد حرارة راح تعرضين جلد الحرارة فقط حروق فقط حروق وإنه استجابة جداً جداً ضعيفة نعم فذاك أنت يحصر فين كل فترة 25 لحد ما توصني فد 20 جلسة ممكن أن يتحصلين بنفس السعر بجلسة واحدة بس راح تدفعيها يعني مرة واحدة نعم طيب اليوم أكو تعليمات قبل الجلسة إنه إزارة الشعر بالشفرة وأيضاً تبتعد عن الحلاوة والواكس وهي التفاصيل قبل إيش قد المدة؟ إزارة الشعر بالشفرة يكون قبل 24 ساعة على مود نتجنب أي تحسس يصير نعم التعليمات اللي قبلها إنه مجرد أنت متتعرضين للثان قبل أسبوعاً تبتعدين عن الحلاوة عن الخياط لازم يكون فترة ثلاث أسابيع حتى يعني أحصل النتيجة إنه يرجع الجذر لأنني بالليذر أستهدف جذر دكتورة اليوم هاي التفاصيل اللي ذكرتها للتعليمات اللي قبل الليذر تعتمد على كل مناطق الجسم فقط يعني أكو مناطق الحساسة أو مثلا مناطق الوجه أو الأندر آم هاي التفاصيل كلها يعني نفس التعليمات لو أكو تعليمات تختلف من منطقة لمنطقة لا كلها نفس التعليمات كلها نفس التعليمات طيب اليوم انت اختصاص الليذر فقط لإزالة الشعر أو مثلا إزالة الوشوم أو الوحمات أو التاتو هاي يعني أكو اختلاف بيناتهم أكو اختلاف كل الليذر يعني كل الليذر راح يشتغل بطول موجي معين حتى يعالج لحالة معينة أنا صراحة اختصيت بالليذر أزالة الشعر طيب اليوم انت ذكرتيني إنه انت درستي هندسة في الدرامات تكنولوجيا وأيضا دخلت دورة من بعدها صارت اخصائية اليوم شون دخلت الدورة؟ اه يعني اخذت تراينينج من شركة بلال اللي هي الوكيل الحصري مع شركة كاندلا نعم ايه واخذت سيرتيفكيت اليوم شون تشوفين الاخصائية إجدت تحتاج وقت لحد ما تكون انه هي اخصائية بروفيشنال يعني هو حسب يعني ما اقدر انطيع يعني مكزل ما مشكلة سنة لحد ما تكونه بروفيشنال بروفيشنال سنة طيب انه انت تشجعين انه اليوم انه البلد انه تختصص اختصاصه الليذر اما هو يكون اختصاص متعب طيب لا صراحة يعني انا كلش استفادية مني يعني كانت تجربة حلوة طيب اليوم شون تتعاملينوية الحالات الي تجيش للمركز او للعيادة اللي هي تكون اساسا هي عدها حروق ومركز ثاني اللي نتحاملوا اياها اول شي احنا لازم ننتظر طيب الجلد يلا نبلش وياهم نعم يعني ما يصيراني اشتغل جلسة ليذر وهي عدها حروق نعم هذا كلش غلط طيب ممكن اليوم شوف انه الليذر يعالج حالات يعني اكون مثلا في مناطق معينة بجسم البنت او الشاب طبعا هو في الموضوع الليذر مو فقط مختصر على النساء هو ايضا مشترك مع الرجال اليوم اكون اقبال من الرجال ايه طبعا جدا هو اقبال من الرجال بالفترة الاخيرة بالفترة الاخيرة ونفس التعنيمات تطبق على الرجال وعلى الليذر نفس التعنيمات طيب طيب التور اردجيج حلفت موضوعها ممكن هو يعني باختصاص الجلدية موضوع واقع الشمس وانواعه وايضا البشرات اليوم اللي نسوي ليذر وعنده عمل مثلا بالشمس اوكي اليوم شنو الواقع اللي يستخدمه في سبيل انه ما يأثر على بشرته وفي نفس الوقت ما يضرحه طبعا احنا ويا جلسات الليذر ننبههم انه بعد خلاص لازم مواقع الشمس 24 ساعة حتى بالبيت؟ ممكن بالبيت لا بس يعني اهم شي الشمس انه هو ما يتعرض لها لان هذا الشي ممكن يسوي لي تصبغات بالنسبة للانواع يعني انا ما احدد لهم نوع معين اللي متوفر عندهم اي واقع الشمس يكون اس بي اف خمسين هذا تمام نصحين بالكيميائي او الفيزيائي؟ يعني اي بالجلسات بالجلسات يعني لا انا ما انصح بهذا الشي تمام طيب دكتوري اليوم تشوفين العمل بالليزر انه دقيق الدقة ماتة انه ما تقبل خطأ جيد نسبة التعب بي جيد نسبة الدقة بي اليوم لازم تكون الاخصائية تكون يعني او مثلا الدكتوري يمشاغل عنده اخصائي لازم تكون متأكد من خبرتها يعني يوم شو تتعاملوني اي فاشن جاي اول جلساتكم؟ اول جلسة راح طبعا احنا نتعامل ويا اول شي ناخذ مني الهيستري مالتيب نشوف شنو اللي عنده اذا كان يعني مش تغلب غير مركز او لا يا جلسة واصل نعم لان هذا الشي يفيدني يعني انا ما اتعامل ويا بي جايدة يسوي اول مرة ليزر مثل ما هو يسوي جلستين او ثلاثة ليزر نعم هذا الشي كلش يختلف نعم فعلي هالاساس انو نعتمد الهيستري مالتي البايشنت كلش هاتفيني شكتصاليش بهذا المجال؟ انا صالي سنتين سنتين يعني اول ما تخرجتي من الكلية بلية طيب اليوم تشوفين انو اكو حالات احتيال من بعض المراجعات انو هي جاية عندها اصلا حروق من غير مركز وتيجي انو تتبلع على فلان اخصائي او فلان عيادة او فلان مركز صالت فتكم هاي الحالات؟ يعني انا شخصيا ما صادفتني هاي حالة متجنب لي هاد الموارض اي متجنب لي طيب اليوم الشوان شوفين انو نسبة الاسعار المعقولة للليزر اللي هي تناسب جميع النساء او جميع الرجال يعني تعرفين انو اليوم الوضع المعيشي بالعراق مو متساوي يوم اكو ممكن انو تكون بنت او شاب هو مبلغ مادي عنده بسيطة ردي يسوي ليزر شهريا عبرا ممكن انو اكفد اسعار مناسبة لاجهزة مناسبة وايضا مفيدة بنفس الوقت تعطي نفس النتيجة الاسعار هتكون طبعا حسب الجهاز يعني كل الجهاز هتكون سعره يختلف اسعار الكانديلا تختلف عن الدكة السبلندر يختلف عن الكانديلا والدكة يعني السعر تختلف باختلاف الاجهزة باختلاف الجهاز نعم ضحى نورتين وان شاء الله يا ربي تاخدين دكتورة والماجستير شكرا شكرا لحضورت ونورتيني اليوم شكرا للمعلومات اللي قدمت لنا عبي بتسنين حيا ان شاء الله شكرا